في إطار مساعي الجزائر للمساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر أعلنت الخرجية الجزائرية إرسال مبعوثها إلى النيجر الأمير الوناس ماغرمان والذي سيقوم بسلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر من الجزائر نرحب بمراسل المشهد محمد جراضي أهلا بك محمد يعني قبل قليل كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الجزائر أحمد عطاف لو تطلعنا على هذه التصريحات أحمد عطاف قال في تصريحاته أن هناك وهو اللافت في تصريحاته أن هناك توافق كبير بين الجزائر ونيجيريا باعتبار نيجيريا تقود مجموعة الإكواس وهذا التوافق كما قال يعتمد على مبادئ أربعة من بينها أولا الاتفاق على أن احترام لوعي الاتحاد الأفريقي التي ترفض أي تغييرات غير دستورية وعودة النظام الدستوري في النيجر وتشجيع الحل السياسي والديمقراطي في النيجر اللافت في تصريحات أحمد عطاف عقب لقائه أو عقب زيارته إلى أبوجة ولقاء كبار المسؤولين في نيجيريا أن التوافق وقال بالحرف هناك تنسيق وجهود مشتركة بين الجزائر ونيجيريا يعني ما يعني أن هناك بدأت خطوة بين الجزائر ونيجيريا تنسيق جهودهما لحلحلة الأزمة وعلى الأقل إبعاد شبح الحرب على النيجر اللافت أيضا وفي تصريحات أحمد عطاف قال لا يمكن أن تكون إلا حلول إفريقية وبين دول إفريقية هي رسائل لأطراف وربما إشارة إلى فرنسا بأن الحلول ستكون إفريقية وبين الدول الإفريقية ولا مناصة من ذلك ولا مكان أو مساحة لدول غير إفريقية لفرض أجندة أو حلول خارج القرى الإفريقية على الأقل خارج دول الجوار الجزائر ونيجيريا من الدول الوازنة والتي لها حدود كبيرة مع النيجر وبالتالي تفضل أن تكون الحلول بينهما والتنسيق بينهما لحل الأزمة النيجر إذن تم كما قال أحمد عطاف التنسيق أولا الاتفاق على التنسيق جهودهما والبحث عن حلول مالك أيضا الجزائر اليوم قررت إرسال مبوثها إلى النيجر كيف تقرأ هذه الخطوة وما المنتظر من اللقاءات التي سيقوم بها مبوث الجزائر ملك بالفعل قام الناس مقرامان وهو الأمين عام لوزارة الخارجية الجزائرية إذن هناك تحرك بالتوازي بين وزير الخارجية والأمين العام وزير الخارجية إلى ثلاث دول والأمين العام إلى النيجر ما وصل أنه التقى بالفعل مع محمد الأمين الزين رئيس الوزراء أو الوزير الأول المعين والذي كان بحضور وزير العدل للنيجر ووزير الدفاع وكبار المسؤولين وتم التطرق للرؤية أو الاستماع لما حلول يمكن أن تجنب المنطقة أي تصعيد أو مآلات طبعا لحد الآن لم يكشف عن فحوى اللقاء لمجرامان مع كبار المسؤولين في النيجر قلت وزير الدفاع ووزير العدل والوزير الأول إذن في انتظار الكشف عن محتوى لقائهما لكن الأكيد أنه هو أول قراءة لإفادة الجزائر لهذا المسؤول هو أول لزيارة لمسؤول إلى النيجر ما يعني أن الجزائر دخلت على خط الوساطة واضح شكرا لك من الجزائر مراسل محمد من صلة المشهد محمد جرادة على جميع هذه التفاصيل